موسيقى يعني تانجو مول اسم الودن لازم تقف عنه هي فكرة الرواية يعني الفكرة ببساطة الحدوتة اللي جوها الرواية ببساطة انه فيه واحدة ارجنتينية وطبعا معروف ان الارجنتين بلد التانجو جت مصر عشان تعمل بحث عن المولد والزار والحصل ان هي قعدت في مصر اقامت فيها وجوزت واحد مصري وانجبت اتنين واشتغلوا ثلاثة موزيعات في الاذاعة فدي فكرة التزاوج بين الثقافات المولد والزارة طبعا وهي مهتمة بيه والتانجو بلد الارجنتين وجوه الرواية فيه بقى حواديد كتيرة ايما على تيمة الاصوات والالاية الموسيقية وكده طيب نرجع مارشي دير سنة صغيرة نعرفك مي خالد انت رواية واساسا كمان موزيعة وخريجة اعلام ودي ثالث رواية ليكي بعد سحر التركواز ومجموعة منتاج تانجو ومواد طيب هو الاسم رانيعة لكن انت متخصصة في الدراما النفسية الاول بقى قبل نكمل كلامنا نقف عند الدراما النفسية نفهم المشاهدين عشان احنا كمان نفهم لا انا مش متخصصة في الدراما النفسية هو الرواية دي رواية نفسية يعني بتقوم في المقام الاول على علم النفس يعني هي البطلة بتعاني من حالة خرس هستيري اللي هو ازاي اللي هو انك لما بيحصل لك حاجة مثلا صدمة دي حاجة اسمها قربة ما بعد الصدمة صدمة ما في حياة الانسان لما بيكونش قادر يعبر عن بالبؤ يعني عن اعتراضه على الشيء ده فالجسم بيرفض الشيء ده بانه بيعترض عن انه يؤدي وظيفه زي مثلا ان فيه حد ممكن يجيله عمه هستيري بقى فعلا مش شايف فعلا حد بيجيله شلل واحيانا يرجع بصدمة احيانا يخف تاني بصدمة تانية بس هو بيرجع هو مفروض انه بيرجع بالعلاج والجلسات وكده ويعني انه يتخفف من الصدمة دي فالبطلة كان عندها صدمة ما احنا مش عارفينها لحد اخر فاصل في الرواية مش هقولك عليها فبتعاني طول الرواية هي قادة في مساحها نفسية وما بتتكلمش وكل الحكي اللي بيحصل هو مونولوج داخلي هي بتسترجع احداث من ذكرياتها وبتخاطب كذا بقى حد جواها لكن البؤ مش شغال جميل طيب ماي الحقيقة انه اهتمامك بالقلات الموسيقية شيء فيه نعومة وفيه افتكر انه ممكن يكون فيه حالة كده من ان احنا برضو هنحس ان احنا بنسمع وبنقرأ في نفس الوقت ليه حبك بالقلات الموسيقية ده راجع من ايه وايه فكرة تشبيهك الاشخاص بالقلات الموسيقية يعني على اي اساس بتجمعي صفات الشخص وبتشبهيه بالقلات الموسيقية وايه سبب اختيارك الكونتر بس على انه يجسد المرأة يعني ده كان الاهداء في بداية الرواية يعني مرتبط برضو بالقلات الموسيقية اه مرتبط بالقلات الموسيقية بسيه وانا اخترتي ده كتيمة في الرواية دي تحديداً يعني معلش كنت عايزة علق على السؤال اللي فات انه انيش متخصصة في النفسية بس انه اي رواية او عمتاً كتابات المرأة هي بتغوص في النفس البشرية قوي فعشان تقولك حصل كذا وكذا بتقولك بتدخل في اعماق النفس البشرية وتقولك ده حصل ليه بحيث يعني وده خط عندي ان انا بحب برق شخصياتي حتى لو هي تبدو ان هي بتعمل حاجة غير مقبولة اجتماعياً فانا بديك المبرر النفسي اللي ادى بيها الى الفعل ده يعني بالنسبة للرواية دي تحديداً انا اخترت تيمة الاصوات اولا انا بحب الموسيقى واكتشفت انه من خلال الاعمال اللي فاتت انه لما بكتب عن حاجة بحبها بيطلع العمل كويس او على الاقل انا بكون يعني راضي عنه في ناس فيه مطلقي بيحبه ومطلقي مش بيحبه بس انا بكون مستمتعة وانا بعمل طبعاً اكيد الواحد هو بيعمل حاجة بيحبها الطبيعي في اي مجال بيبقى مستمتع بها فمثلاً رواية سحرة يوركواز اللي فاتت كانت كلها الوان لاني بحب الالوان لا بحب الرسم فكانت كلها تمتها الرسم والاحجار الكريمة وكده انا بحبها فستمتعت وانا بكتبها ولقيت صدا عند المتلقي اللي هو برضو له نفس ميول حبيت استغل الخصوصية برضو بتاعت اني بحب الموسيقى واني مهتمة بعلم النفس ودفرت الاثنين مع بعض وكده بترويت ده مش بيخليك بتخطبي جمهور معين يعني اهتمامك بالموسيقى وبالالوان وبالرسم افتكر انه فيه كمان رقية جميل جداً بس ده ما يخليش جمهورك من طبقة معينة او محدود بالزبت وده بيبقى اختيار يعني هو الكاتب بيبقى عايز يعني انت عايزت انتشري وكل الناس تقول دي بتكتبوا اي حد يقرالك يعني ده مقصود انت حبك حتى انت كعالمية عندك برنامج اكيد عندك تارجت جروب يعني مهما تقوليلي انا عندي نسبة مشاهدة عالية اه برضو مشاهدة عالية بس محدودة فيه ناس مش هتحب تتفرج على البرنامج بتاعك فعمرك ما هتخذي كل حاجة طبعاً انه انت عملتي حاكتين اه يمكن جزء منها مرتبط بعلم النفس زي ما كنا بنسأل من شوية ان انت روحتي درستي شوية في علم النفس وروحتي درستي شوية مزيكة اه اه احكيلي عن التجربة والتحضير لرواية زي كده لانه ببساطة خالص يعني للمشاهدة اللي قاعد في البيت اللي بيقعد يكتب قصة بسيطة او بيقعد يكتب سكريبت او سيناريو بيتعب فيه ومخه تقريباً بيتحرق شوية فمالك بقى اللي روح قاعد درس درس علم نفسه ودرس مزيكة عشان يكتب رواية اولاً انا بكتب بضمير الانا يعني بختار دايماً في الكتابة انه البطلة بتتكلم على ان هي اللي بتتكلم ده بيعمل حالة من المصداقية قدام القارئ يعني لما تحسي ان حد قاعد بيه كلمك بيحكي عن نفسه غير لما فيه حد تاني كاتب طرف ثالث عمال يقولك دفلان راح وعمل وسوه وكده علشان اكتب بضمير الانا وقول انا عملت وروحت وسويت لازم ان انا استوعب واهدم الشخصية دي تماماً فالشخصية دي قاعدة في مساحة نفسية بتعاني من مرض ماه لازم اكون عارفة الابعاد المرض ده ايه فلازم اقرأ فيه كتير جداً ولازم اكون قريبة من الاجواء دي بحيث لما اتكلم عنها اتكلم عنها بصدق وبعدين هي من ضمن الاعراض اللي عندها ان هي الاحداث اللي مرت في حياتها لان هي كانت مزيعة في البرنامج الموسيقي فحولت اثناء الحالة المرضية يعني الاشخاص اللي مروا بحياتها الى الات موسيقية يعني بتشوف ده طابلة بتشوف ده فايلن هي اسمها فيولا تشوف نفسها كمانجا كله بقى كل الاحداث بتشوف دي جاسبل واحدة تديانت مثلا بتشوفها الاغاني الهوس الديني اللي بيغنوها الزنوج مثلاً رغم ان هي هنا واحدة محجبة مثلاً كده يعني فكان علشان اوصل لده كان لازم اخد فترة كبيرة اوى ادرس الحاجات دي ما درستهاش في حاجة اكاديمية يعني انا قريت واستوعبت استوعبت وهضمت هضمت هضمت سنتين اعدات بس اخد بلك ده جزء من المتعة يعني مش لان انا طول ما انا بعدي للرواية انا بتعلم حاجات والحاجات دي بتعلمها علشان هدف مش بتعلمها وكده علشان ارميها فبتبقى بتستمتع يعني انه ده هيطلع في منتج بعد كده النقد والتعليق بقى على بعد الشغل وبعد سنتين تحذير وبعد ما تكتبي الرواية وتبتدي تشوفي ايه صدق بتاعها او ايه رد فعلها ايه اكتر الكلام اللي تقال عن الرواية بسطك وايه اكيد حاجة ممكن تكون ديقتك او ممكن تكون حسستك انه قد ايه انت ممكن يكون مجهودك ما تفهمش بطريقة مصبوطة اه اكتر حاجة بسطتني ان المجهود تقدر جدا وانه فيه ناس اقدرت زي ما كنت بقولك التارجت جروب ده اللي هو القارئ الذكي الرهيف الحس ده لأ يعني اتبسط جدا من انه لقى فيه حد بيعبر عنه احساس مرحب زيه اه اه فدي اتقدرت جدا وفيه حاجات اتقارد كويس اوي يعني زي ما انا كنت اقصدها بالزبط اه الحاجة اللي ما بسطتني اش انه انا البطلة كان عندها حالة هلاوس سمعية الهلاوس دي كانت عبارة عن موويل اللي هي كانت موامتها بتاخدها في الموالد وكده هي ما كانتش بتحب ده وهي عندها الهلاوس السمعية دي الموويل دي كانت بتلح على راسها طول الوقت وهي قاعدة في المصحة فكنت في اول كل فصل مثلا وفي النص بطعمه بموال هي موويل حقيقية جايبها من كتب يعني تراثي يعني وليها علاقة بالحادث اللي بيحصل في الفصل فكنت بحط الموال في بداية مثلا الفصل وحط موال في بداية في النص على اساس ان هي دي الحالة انا مش بكتب عن وحدة هي الوحدة بتتكلم بكل بقى ما فيها من لقبطة بكل ما فيها من هلاوس سمعية وكده فيه البعض قرده صح وشاف ان الموال يعني تم اختياره بعنايا وكده البعض الاخر قال انه كانت كتيرة وتقيلة على العمل فطبعا ما كنتش احب انه يوصل بالطريقة دي او ما تفهمش بيقوله هي ليه حتى مويل كتيرة ما تفهمش انه الحالة طول ما هي بتحكي هي سمع ده وده مدايقها مش بسيطها فكنت برضو انا قصدي انه هو يدايق القرق زي ما هم دايق الحالة اه تحاسي بحالة يعني انا عايز اتكره يبقى بالزبط في حالة تماهي بالزبط حاسس سيل حساء البطنة جميل انا بقى عايز اخد من النقطة دي وقف عندها انه الروائي هو فنان وبيتأثر بالفن بتاعه والتعامل مع الشخصيات النفسية متعب جدا للأعصاب وفي نفس الوقت انت بتقولي انا بقيت حتى نفسي في حالتها وحسب اللي هي بتقوله طب بقى اولا اثر عليك قده طبعا واثر عليك قد انت كشخص واثر عليك في الكتابة سهولة ان انت توصفي ازاي وهل انت كمزيعة وان بطلتك مزيعة ده ساعدك ولا مساعدتيش انت سألت كم سؤال بس اللي اول انه اثر علي نفسيا طبعا اكيد لان يعني عايز اقولك ان انا كنت وقت ما ببتدي اكتب الرواية كنت لسه نقلة شقة جديدة ابتديت اتخيل لان هي جديدة علي مليش فيها اي تاريخ ان الشقة دي هي المصحة ومثلا لما تكون فيولا قاعدة في الجنينة المصحة فهي دي ان البلكونة عندي بتبص على جنينة فابتدي ارصد الاصوات اللي في الشارع واتخيل ان هي دي الاصوات اللي برا المصحة لما يدخلوها لقودة تاني ويددوها الجلسات ويعملوها اروح دخلها حبسها نفسي في قط المكتب فانت متخيل انا بلعب يعني بشتغل على جهازي العصبي بشكل فوزية ده كانسانة طبعا مرهق وفي الوقت نفسه انت في الحياة مطلوب منك انك تقدي ادورك الطبيعية في الحياة مع اه محدش له دعوة ايه بتكتب يعني فلكن في العمل بيخدموا انه بيبقى فيه صدق حتة ان انا مزيعة ونفعني اكيد طبعا لانه مفروض انه الكاتب يعني الحواديد كتير وكلنا حواديدنا شبه بعض اللي انا بعمله اني باستغل الخصوصية اللي عندي في حياتي زي مثلا لما استغلت ان انا بحب الموسيقى او الالوان او كده استغلت فكرة ان انا عندي اكسس ان انا ادخل مبنى الازع والتليفزيون اعرف ايه الاحساس ايه المزيعة مهما حد اه بالزابط مركز فكان له يعني فايدة كبيرة اللي برا المبنى او اللي برا مبنى الازع والتليفزيون برا الازع عارفوا حاجات هم ما كانوش يعرفوها يعني اتبسطوا انه عارفوها واللي في الازع بيشتغلوا في الشغلانة دي بقوا مبسوطين انه لقوا حاجة بتعبر عنهم وبتقول مشاعرهم الدقيقة يعني عارف اول مثلا مرة نقعد قدام المايك احساسك بيبقيه البانيك اللي بيحصل فاول مرة بتخيل انك هتموت وحاجات كده يعني اه وكل بقى لما اللمبة الحمراء تتولى لما كل بقى احساس الهوى وكل المشاعر دي يعني المزيعة استفادت من الكاتبة والكاتبة كمان استفادت من المزيعة اه في اي حد منهم اثر على شغل التاني يعني في اي تعطيل او اي حاجة حصلت لا 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 مفيش تعطيل لانه انا بتكتبي براحتي بكتب براحتي مفيش حد على دماغي مش بكتب صحافة او كده اه ومش وهووسة باني لازم اكون بطلع اعمال المهم ان انا يعني العمل ياخد راحته اه بالاضافة الى ان شغلك مزيعة مش مرهق يعني ومين في الاسبوعش يفتاد فهمش مش اللي هو بقى بيأثر رغم اني خدت اجازة يعني عشان اعمل الشابتر الاخير يعني خدت مثلا اجازة اسبوعين ثلاثة كده عشان اتفرغ بقى اخلصها يعني طيب بالنسبة للالات وان انت استخدمتي الالات في ان انت تعبري بيها عن شخصيات قدرتي تعملي كده ازاي يعني انا برضو لغاية دلوقتي انا واعرف عند نوتة انه ازاي وصفتيها يعني في الرواية ده ده عملتي ازاي اه مش عارفة اه 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 اعايزة اديلك مثلا مثلا يعني مثلا الطابلة اقول لك الطابلة اه هي طبعا في بقى قصة حدودة عادية واحدة ولها علاقات وبتحب ومش عارف ايه اه اه هي كانت اه قادت فترة مثلا مش بتحب حد او كده فبتقول انه انا الطابلة اكتشفت ازاي اصلا في تاريخ الموسيقى كان فيه حيوان ميت زمان يعني وبطنه انتفخت فراموا عليه توبة لقوا ان صوت الخبطة الحاجة الجامد على الجلد المنتفخ بتطلع صوت اللي هو التك تك بتاع الطابلة ده اه فابتدوا جيابوا الجلد الحيوان وشدوا بين شجرتين ويعملوا الصوت ده وبعدين بقى حصل التطور اللي احنا عارفينه في الطبول هي عملت علاقاء وحبت واحد كانت هي ما بتحبش قبل كده فبتقول انا طول الفترة اللي قضيتها دي هي كانت مشبهها بالطابلة يعني بس انه جسدها كان زي جسد حيوان ميت منتفخ ما بيعملش اي يعني ما ملوش ايمة لحد اما جي الشخص ده وخبط عليه فاصدر اصوات وفي الوقت نفسه الشخص اللي هو زي الطابلة ده هي شبهته بالطابلة ان الطابلة بتدينا مشاعر كتير قوي ممكن تديك فرح ممكن تديك حرب في طبول الحرب دقات وممكن تديك في طبول جنائزية فالشخص ده كان حياة كاملة بالنسبة لها كان بيديها فرحة وكان في الوقت نفسه بيديها مشاعر سلبية كتير قوي فعشان كده شبهته وشبهت نفسها بعلاقتها به بالطبول مثلا يعني وقيت بقى بقيت الرواية على كده كان عندك قبليها سحر التركواز ويمكن كنا تكلمنا فيها مع بعض قبل كده ودايما يعني الكاتب او الروائي بيحصد نتيجة كتابته او نجاحه في كتاباته يمكن بعد فترة ابتديتي كنا بندردش مع بعض قبل الحواء ابتديتي دلوقت انك تجني سمار سحر التركواز سحر التركواز 122007 السنة دي بس الترجمة انجليش والترجمة الماني يعني هي بتترجم مثلا اللي فاتت مثلا بس صدر النسخة الانجليزي والنسخة الالماني وان شاء الله هعمل لها بوكتور جولة للكتاب حفلات توقيع وندوات في المانيا الأسبوع الجاي ان شاء الله الترجمة بتفرق اكيد جدا في كتابات او في رواية بتفرق في انك والله يعني انا مهمومة مش عشان هم شخصي بس بتفرق انك بتروح يتمثلي بلدك وبتعرفي بثقافة بلدك والناشر ده كمان بقاله 30 سنة بيشتغل بالسياسة لقى انه يعني ما قدرش يقرب بين الشعوب فقرر انه يغير نشاطه بعد 30 سنة ويشتغل بالأدب وانه يترجم أدب الوطن العربي اختار من كل بلد كتبة ولان المرأة بتتعبر عن المشاعر الانسانية بشكل دقيق اوي فاختار الكتبات وان الكتبة لما تروح وتعبر عن ثقافة بلدها ده بيكون سفير أحسن من أي مفاوضات ومباحثات سياسية ترجمي تانجو موال مش أنا اللي بقرر هترجم مش أنت اللي صحبت القرار لا طبعا ليه؟ هو بيبقى حد بيقرأ وبيرشح العمل وبيشوف بتبقى لجنة وبتشوف إذا ده يصلح للترجمة أو لأ ويصلح مش صاحب الكتاب أو صاحب الرواية لا طبعا بيتم اختيار الرواية بيتم اختيار الرواية وبيشوف إذا ده القارئ ده هيقراه هيلاقي صادة عنده ولا لأ يوم الخميس اللي فات كان يوم تمانية مارس يوم المرأة العالمي وإحنا هنا في ناركس عيد معتبرين شهر مارس كله شهر المرأة قبل ما نتكلم عن مصر بقى كلها تكلميني عن المرأة أنت شايفة المرأة بعد 25 يناير الدنيا عاملة ازاي خصوصا يعني أنه تمثيل متواضع جدا في البرلمان برغم أنه كان في سيدات كثيرات جدا ونمازج كثيرات جدا في الميدان وناس كثيرة عملت أفلام عندها لكن دور المرأة لا بص هقولك حاجة كلمة المرأة كده كلمة مططية قوي يعني مثلا هنقول مثلا المرأة على مستوى العمل مثلا القوانين ما بتفرقش بين الرجل المرأة في دول متقدمة بتفرق في قوانين العمل بين الرجل والمرأة احنا ما عندناش ده ده يعني هبدي نكلم على حقوق المرأة حقوق المرأة فيما يختص مثلا في الشريعة الحقوق اللي اكتسبتها في الفترة اللي فاتت وفي بعض الأصوات اللي عايزينا نرجع لورا وبتقول دي حقوق مكتسبات سوزان مبارك احنا كنا جهلة بديننا بيقول ايه فان الحقيقة براهن على الازهر يعني الفترة اللي جاية لو الازهر وقف وقال لا دي حقوق بيكفلها ليه الدين والشرع خلاص تبقى القضية محسومة يعني المفروض وانا اعتقد ان الازهر بيلعب دور ملحوظ بعد الثورة والرهانة عليه في اعادة حقوق المرأة بالنسبة للتمثيل البرلماني بقى والله احنا في حالة يعني تخبط عن متن يعني رجل او امرأة يعني فيه فئات كتيرة قوي بتقول انها منهم شباب الثورة يعني واخدين تمثيل ضئيل جدا يعني زي يوم زي المرأة تقريبا يعني فالمرحلة اللي جاية مفروض بقى الامور تتوزن ويحصل التمثيل انت احنا بنكلم بالشكل الرسمي لكن لو هنتكلم على ارض الواقع المرأة طبعا دورها هايل وعظيم وملحوظ يعني تفتكلي ممكن في يوم من الايام تبقى رئيسة مصر سيدة؟ هي كانت من الاف السنين سيدة يعني بدلوقتي تفتكلي واحنا بدأنا انتخابات وبدأنا الباب الترشح وبتدى مرسوا الانتخابات تفتكلي ممكن في الفترة اللي احنا فيها دي انا حاسا هي فترة ايه اختبارات كده زي اللي بيقعد في المعمل يعمل الحاجات وتطلع تفرع عفوش وكده يعني فالفترة اللي جاية دي يعني ما اعتقدش يعني لكن بعد كده لما التجارب تتهدى كده وتطلع نتائج ايجابية يعني اتمنى لان من الاف السنين كانت الست مسكة وكانت عاملة حضارة عظيمة جدا يعني طب انت شايف الفترة اللي جاية على مصر هتبقى عاملة ازاي؟ لان انت يليكي وجهات نظر في الحياة عموما وممكن كان فقهة حواراتك اللي فاتت دعيتي لمدرسة وجامعاتهم لما يتبنوا مشروع قومي لتدريس الحب هل الحب ممكن يتدرس وهل ده جزء من وجهة نظرك لانه مصر ممكن تبقى عاملة ازاي الفترة جاية؟ او احنا محتاجين ايه الفترة جاية؟ لا هي مش تدريس الحب هو اتفهم غلط هو عمل توعية في المدارس اصلي كان فيه في وقت من الوقات يقولك ساكس ادوكيشن طب علشان علشان الناس عشان حالات الطلاق الكتير اللي بتحصل لأ انت قبل ما تعلموا كده علموا ازاي الفرقات مثلا بين الرجل والمرأة ودي حاجات موجودة فيه كتب كتير جدا برا عملوها وهنا كمان بتتقري ولا حقيقة في العلم لأ مش حكاية حياة انا بقولك love education دي مش ساكس ادوكيشن لأ ان انا اعرفك الفرق بين الرجل والمرأة الست طبيعتها ايه والرجل طبيعته ايه وازاي نتعامل مع بعض وازاي نقدر نصبر على الحياة مع بعض لما نتفهم الاخر من وجهة نظر نفسية مش ان انا اشد البنت طول الوقت بشد البنت واقول لها خدي بالك من جوزك وحافظي على بيتك حتى في الدراما في الكده كله يشد البنت ويديها النصايح طب ليه ما بتشدش الولد وتقوله مراتك كذا وكذا طبعا الدين قال كده يعني لو لانه مجتمع دكوري بحت ولانه مجتمع معتمد في القول في الاخر على الرجل الرغم انه من وجهة نظري المنحازة بشدة انه هو في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عن انه الست عماد المجتمع وانا شايفة انه الست هي الاساس في كل حاجة وقت الخمسين في المائة من المرأة العاملة هي الاساس في البيت هي الاساس في الشغل هي الاساس في كل حاجة في اي مكان بتروحي وانه هي الاساس لازم نديها الحاجة اللي تريح يعني لازم الطرف الاخر يبقى برضو فاهم هي بتتعب قد ايه وبتعمل قد ايه فيريحها يعني كنت بقول انه اي حد عند وعي ينزل ولو على بشكل تطوعي وعلى فكرة انا بعمل ده في المدارس انه بيتدرس بعض القصص القصيرة والولاد بينقشوها ينقشوا الافكار اللي فيها ومن خلالها انت بتعملي توعية للنشأ انتو ازاي تفهموا الحياة بشكل افضل بحيس ان مش قدام اي ازمة ينهار بتقولي لهم ايه ماي يعني لو احنا دلوقتي في مدرسة مثلا وفي كلاس مثلا بتحاولي انك تقولي لهم واحد اتنين تلاتة ما بتجيش كده عشان هما ما بيحبوش التعليمات عشان كده ما بيسمعوش كلام اهليهم ما هي البنت ما بيتها برضو بتقولها وحافظي ومش حافظي لا مقصدش النشأ اكد نبتقولي للمدارسة حسب المدرسة بس اكتر بيبقى بنات بنات بس اوكين فاكراكي بتقابلي بنات لا بس الولاد على فكرة ممكن اتفاهم معهم لان انا بحب السن ده سن سنوي ده وبقدر اتفاهم معاه وبراهن عليه على فكرة يعني بحس ان هو بيبقى فاهم كويس قوي وازمته ان فاكر اللي قدامه فاكره صغير توصيل المعلومة اه فلما بتعمليه على انه كبير وبتعمليه بمدية بيقبل منك بس ما بيقبلش منك انك تيجي وتفرضي عليه النصيحة وتقولي له اعمل كذا وكذا هي بتيجي عن طريق الاراية وهو اللي بيسألك فبتجاوبيله الاجابة على قد السؤال اللي هو بيسأله طيب ما يختمل لكلامنا بما ان انت زميلة واعلامية وفيه كلام كتير عن الاعلام واعادة هيكلة المنظومة الاعلامية وفي نفس الوقت فيه دعوات الناحية التانية بتقول مقص الرقيب يرجع وفيه كلام كتير في اختصار في 30 سنة انت شايفة الوضع عامل ازاي في الاعلام او احنا محتاجين ايه او الفايصل نفس الحكاية برضو ان احنا بنتعامل مع المشاهد على انه مسلوب الارادة يعني هو زي ما فيه اعلام موجه مش عاجب ناس فيه اعلام موجه عاجب ناس وقلينا نعترف انه الاعلام دايما موجه يعني لو انا مؤسسة وتحت ايدي اعلام هوجهه للحاجة اللي انا حباها فالمشاهد مش غابي ومعا الريموت كنترول كل مشاهد هيروح على الحاجة اللي هيلاقي فيها مصداقية اكتر ولو لاي ان اعلام مش صادق او مش كويس من وجه نظر المشاهد هيقلب عن ناحية تاني انما انا اجيب مقاص الرقيب واحجر على عقل المشاهد يبقى انا برضو المشاهد هيقند على فكرة وهيروح للحاجة تانية اللي اتمنع بالزبط وابقى اخسرته ماي خالد الاعلامية والكاتبة نورتينا والف مبروك على تانجو موال ومتنالك كل التوفيق في الرحلة اللي هتعمليها بخصوص تركواز ان شاء الله نقابلك تاني نورتينا ماي ونتقبل مع روايات دايما جديدة ودايما تبهرين باعمال صعبة كده مسايدين دي كانت نهاية فخراتنا في نهارة سعيد كنا معاكو على الهواء من تسعة الى احداشرة صباحا بكرة فريق عمل جديد يا رب دايما نهاركو سعيد سلام